اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قيادة في التنظيم الإرهابي خالد باطر في خطوة دراج 59 متطرفا في قوائم الإرهاب السعودية والإماراتية والمصرية والبحرينية وصفها بالحرب على الإسلام والمسلمين على حد زعمه وقال إن موقف قاعدة اليمن جاء في هذا مؤكدا لاتهامات قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن دعم الدوحة بدعمها للجماعات المتشددة فيما يصف ناشطون يمنيون العمليات الإرهابية التي تنفذها القاعدة أنها تأتي بتمويل قطري عبر جناح الإخوان المسلمين موقف جديد يلامس تأكيد ما دعته الإجراءات الخليجية والعربية ضد قطر لدعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة لا سيما في اليمن انحياز تنظيم قاعدة الجهاد الإرهابي إلى المعسكر القطري يزيد الدوحة إحراجا فوق حرجها بعد أن أصدرت تنظيم بيانا عبر ذرائه الإعلامي مؤسسة السحاب منددا بتلك الإجراءات إذ يصف فيه أبرز قادة التنظيم لائحة التسعة والخمسين إرهابيا التي أصدرتها أربع دول عربية وإسلامية بالحرب على الإسلام والمسلمين قرارات المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة بخصوص مغاطعة جطر ومحاربة الإرهاب وإنشاء مركز فكر لمحاربة الإرهاب كانت قرارات لائقة أريحية من الشعب العربي والأمة الإسلامية بل إنسانية جمعة علاقة جطر بالإرهاب فهي علاقة وطيدة لم تبدأ من أخفاءهم لخالد شيخ محمد مفجر أبراج 11 أكتوبر ولم تنتهي بقرار ببيان خالد باطر في أحد أمراء القاعدة بالتضامن مع قطر لم يكن إنحياز القاعدة للدوحة أمر مفاجئا بل جاء كتأكيد للاتهامات التي وجهتها قيادة التحالف العربي للدوحة بدعم الجماعات المتشددة وفي وقت بلغت فيه ذروة الانسجام بين القاعدة وجناح الإخوان المسلمين حسب تعبير نشطاء الذين قالوا إنه سهل للقاعدة تنفيذ عمليات إرهابية بمال قطري في عدة محافظات يمنية من بينها حظر موت وأبيان وشبوى ومأب والبيضاء العلاقة موجودة بين الأخوان المسلمين عموما وقطر ليس في الجنوب ولا في اليمن وإنما على مستوى المنطقة عموما هنا أيضا العلاقة موثقة من خلال بعض الجمعيات التي هي تعمل في إطار أو تحت مضلة الإصلاح ولها علاقات معروفة مع قطر وغير خافية التطورات منذ احتلال قاعدة للساحل حظر موت إلى اليوم كشفت الكثير من الحقائق وبيّنت أن شكل من مجالس وغير ذلك كان بتمويل قطري ورغم وضوح الدلائل وثبوت المثبوت يواصل الإعلام القطري ووسائل إعلام مساندة له محاولات التبرؤ من تلك المواقف ليتساءل اليمنيون كيف برأس الإرهاب أن يتضامن مع قطر وهي بريئة منه فيجيب المنطق بالقول بل هو الوفاء لقطر أبد حمار بن عطية لبرنامج المشهد اليمني المكلة موسيقى 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 حديثة عن هذا الموضوع معنا في سودي البرنامج جلس ساد أحمد المهدي الباحث في المركز اليمني للأبحاث والدراسات اليمنية مرحبا بك معنا ساد أحمد وكل عام أنت بخير أهلا وسهلا بك وبالمشاهد والمستمع الكريم ومرحبا بكم وعيدكم مبارك وكل سنواتم طيبون حقيقة الحديثة ساد أحمد عن موضوع العلاقة الآن التي بعثت بهذا الشكل بين هذه التنظيمات الإرهابية وبين النظام القطري أقرب مفاجأة الكثير حقيقة لكن لا شك أنه لن يكون مفاجأة بالنسبة للباحثين بالنسبة لمن يعني يعملون في مجال الدراسات خاصة إذا كانت هذه الدراسات هي في الشأن اليمني ونحن نتحدث الآن بصدد اليمن ماذا تعرف عن هذه العلاقات ساد؟ اليمن تعاني من خطورة التطرف والإرهاب منذ أكثر من 18 عام يعني من قبل 2000 من قبل عام 2000 عندما تم الاعتداء على الباري جاكول وبعدها حدثت أحداث سبتمبر الجماعة المتطرفة لها أذرع في اليمن منذ أن عادت من أفغانستان تتشكل على عدة أوجة تضرب علاقات مع عدة أطراف تسعى الجماعة المتطرفة لأن تسيطر أو تتسلط على عدة مناطق في اليمن ولكنها لم تجد حاضن إلا في مناطق محدودة ومحدودة بشكل غير يعني التي لم تتمكن القبيلة من السيطرة عليها لأن المجتمع اليمني مجتمع قبلي فبالتالي أي جماعة متطرفة لا تستطيع أن يكون لها نفوذ وأن تستمر لفترة طويلة جدا إلا إذا وطدت علاقتها مع القبيلة اليمنية وبالتالي القبيلة اليمنية لا تقبل التطرف ولا تقبل العنف بهذا الشكل أو الشكل الإدلوجي يعني إنما هي تتعامل ببراجماتية بحتة الشاهد أن الجماعة المتطرفة في اليمن كانت خصوصا القاعدة وما يسمى بأنصار الشريعة ثم قاعدة جزيرة العرب وكل هذه كانت تحاول أن تغرس لها نفوذ مع كل من يدعم يعني كل من ستجد أنه سيدعمها ستأخذ منه ولكنها تستغل يعني تعمل حتى نظام علي عبدالله صالح استطعت أن تدخل في علاقات معه مع جهزة الأمن القومي وتخترق بعضها بعض حتى كانت تشتغل بشغل بزدوج وبالتالي تختلف قاعدة اليمن عن بقية التنظيمات المتطرفة لأنها متحولة بشكل سريع لا تستقر على حال لا على فكر الإدلوجي ولا على عقيدة دينية مستقرة يعني هي متحولة بشكل غير طبيعي يعني اليوم قد تكون معك وغدا قد تكون ضدك اليوم قد تكون كذا ولهذا سارعت في تشويه المواطن اليمني حتى دول العالم أغلب دول العالم تنظر إلى المواطن اليمني بنظرة شزر وغير مقبولة والسبب أن الجماعة المتطرفة لم تحدد حتى مسارها الفكري والإدلوجي يعني بشكل واضح وإنما تحاول أن تلعب على كل المتناقضات وتخلط كل الأوراق وتستغل في تشويه الشخصية اليمنية ونقل نظرة سيئة وموقف سلبي عن كل اليمنين ولذلك أصبحت اليمن مكان مخيف لكل دول العالم أصبح اليمن مشوء على كل مطارات دول العالم غير مقبول للسافر في أكثر دول العالم والسبب أن هذه الجماعة المتطرفة تمتد وتنحسر وتتعامل بطريقة انتهازية يمكن النظام أيضا هو الذي يتاح لها هذا المناخ ويستتبرها في أوقات النظام أتاح لها أن تتواصل مع الدول ولم يجرمها إلى النهاية وإنما جرم جزء منها ووظف لصالحه جزء منها خصوصا النظام السابق ثم استغل جزء منها لتنفيذ أجندات يعني كان أغلب التفجيرة التي تحصل في العاصمة صنعاء مدبرة بتنسيق وترتيب مع أجهزة من النظام استطاع أن يتحاور النظام في 2007 و2009 وهذه كان يصرح بها رئيس لجنة الصلح بين الجماعة والدولة يعني كان هناك تفاوض أول نظام في العالم يتفاوض مع جماعة إرهابية أجمع العالم كله على أنها إرهابية وكان يتفاوض معها ويتصالح معها ولجان وساطات من رجال قبائل ومن مسؤول دولة قضاة وغيرهم وهناك تصريحة لا زالة موثقة إلى اليوم من قضاة رؤساء لجان كانت تدفع لهم للقيادة المتطرفين أموال ثم بعد ذلك يتم شراءهم ليكونوا ضمن ماسكريش النظام أشاهد من هذا أنه النظام هو الذي أتاح لها حتى بالعلاقة من اسم القطر مع ما يسمى بالجمعية الخيرية أو المؤسسات التي كانت كان يعني النظام يحارب ونقول نحن يضيق على كثير من المؤسسات الخيرية إلا المؤسسة التي لها علاقة مع هذه الجماعة المتطرفة كانت أمرها مسهلة وهذا دلالة على أن أول من أتاح المجال للجماعة المتطرفة أن تتواصل مع الدول علاقة هذه الجماعات مع الدول علاقتها مع قطر تحديدا هذه المؤسسات الخيرية وهذه الهئة الخيرية التي حصلت على مرونة أو ليونة في التعامل معها من النظام اليمني في تلك الفترة ما طبيعة علاقتها مع النظام القطري المشكلة أن القاعدة في اليمن بالذات تحاول أن تبرز ويكون لها دور أو ضمن مخطة دولي هي ترى نفسها هكذا لا ترى نفسها على أنها جماعة مرتبة ولذلك لم تبايع البغدادي ولم تتفق معه لأنها تريد أن تكون ضمن مخطة دولي معين هي تحاول أن تبحث عن أي شيء يحتضنها أو أن تلتصق به حتى توجد لنفسها الدعم وحتى تدخل ضمن إطار واسع أكثر مما هي جماعة محاربة يعني وهكذا ولذلك علاقة الجماعات المتطرفة باليمن علاقة مشبوهة جدا مع كثير من المؤسسات وكثير من الأجندات يعني ولذلك أنا ألاحظ أنه كانت ترفع تقارير إلى مركزة دراسات يعني منذ وقت مبكر يعني كان هناك أموال تصل باسم المساعدة الخيرية كان هناك أيضا تسهيلات في السفر تسهيلات ولكذا لعبت دور كبير الذي أجهزة المخابرات اليمنية في ما يسمى تزوير جوازات سفر وأمور أشياء كثيرة طبعا كان هناك أيضا تدخل في شؤون عندما بدأت الحرب في العراق وسافر أكثر أغلب المتطرفين من العالم أشاهد من هذا الكلام أنه عندما المشكلة أن النظام كان نظام رخو في اليمن أتاح لكثير من الجماعات حتى التي كانت نصف متطرفة تطرفت من أجل الدعم من أجل المال يعني كان هناك جماعات تحاول أن تمارس أكثر من عمل ما بين التخلط ما بين العمل المدني والسياسي والحقوقي وما بين العمل العسكري والمتطرف هل تطرف علاقة مبكرة بين هذه الجماعات وبين الحكومة القطرية بغض النظر عن المشكلة أن العمل في اليمن كان يجري خصوصا سواء دولة قطر أو غيرها من الدول كان يجري في صنعاء بعلم وإدراك من الحكومة في تلك الفترة وبالتالي هذا لم يدفع بمراكز الأبحاث ومنتديات السياسية أن تنتقد هذا الأمر لأنه سيؤذي ويشاغب على أداء الحكومة وسيخرج عن طور اللياقة السياسية والإعلامية وبالتالي أصبح الكل يسكت لماذا يقول لك ما دم الدولة راضية بما يجري أو النظام راضي بما يجري وهذا شجع على التطرف شجع على سيطرة مناطق لكن تقارير خبراتية يمنية ذكرت أنه كان فيه تواصل مستمر بين النظام في قطر وبين نظام القاعدة يعني ونصر الشريعة كما سيطرة ما ذكرتهم مؤخرا من السنوات الأخيرة نعم من بعد سيطرة يعني لكن من قبل لم تكن لا في السنوات الأخيرة كيف كانت العلاقة؟ لم تكن المراكز الدراسات تذكر هذا الأمور لأن الدولة كانت راضية عما يجري يعني كانت الدولة الآن كيف تشوف أنت الوضع؟ يعني بعد الأزماء الأخيرة وانكشف على الملفات كثيرة في الحكومة القطرية وتغير حتى موقف قطر تغير من اللي كان مخفيا حقيقة في التعامل مع القضية اليمنية أصبح مكشوفة للآن في مرحلة الفرز الفرز السياسي والفرز الولاءات سيظهر كل من كان مثل ما هذا اليوم هذه أذى تقارير صادمة أن هذا يتضامن مع يعني ويوهم الناس على أن محاربة التطرف محاربة الإسلام والمسلمين نحن الشعب اليمني يدرك جيدا أن لا علاقة للإسلام ولا للمسلمين بالإرهاب والتطرف الكل يقف ضد الإرهاب وضد التطرف وليس لهم قبول لو كان للإرهاب والتطرف قبول في اليمن لكان قد أسس دولته قبل العراق وقبل غيرها يعني لأنه بدأ في اليمن منذ ما بعد أحداث أفغانستان ومن يعني بدأت الجماعة تتشكل في اليمن في جنوب اليمن وفي غيرها لكن لم يجد المجتمع الحاضن لم يجد البيئة القابلة للتطرف في اليمن ولذلك كان كل ما أغلب أنا أقول بصراحة يعني يعني خصوصا في الفترة الأخيرة في الفترة السابقة يعني ما قبل الإنقلاب الحوثي وما قبل التحالف أغلب من حارب التطرف والإرهاب هم القبائل اليمنية وليس الجيش اليمني أو نقول نحن الدولة والسلطة الدولة والسلطة كانت تأخذهم من جانب وتوديبهم إلى جانب كان يختلف مع قائد المنطقة الأولى فيقوم بتوريد القاعدة إلى المنطقة العسكرية الأولى لمشاغبتها ثم كل من يختلف مع النظام أعطاه من هذه الكميات ومن هذه الكائنات حتى يشغل على الأداء الأسكري والأداء السياسي الآن ذهبت التقارير إلى بعيد نعم ذهبت إلى أنه أن الحكومة القطرية تستغل الوضع الإنساني في اليمن الآن في الحالة الراهنة من خلال الجمعيات الخيرية التي انتشرت إليها الآن التي كانت عندها ضوء أخضر ثم الآن من أجل جمع تقارير عداد تقارير حقيقة من الداخل اليمني وتوظيف هذه التقارير لدعم هذه المنظمات الارهابية في اليمن ودعم الحكومة من المؤسف المؤسف والمخجل أن يتم استغلال الوضع اليمني لقضايا سياسية جانبية يعني مثلا قد يكون هناك خلافات بين قطر وبين دول الخليج لكن عندما تأتي سواء قطر تستغل الوضع الإنساني في اليمن الحالة الحرجة أيضا ثم تظهر بتقارير مفجعة عن اليمنيين هذا استغلال غير مبرر وغير حتى إخلاقي سواء وغير مهني كان الفساد موجود والحالة الإنسانية موجودة عبر التاريخ في اليمن نحن لم نشهد الرفاه بشكل مستمر لكن أدات أن تتخذ هذه الحالة الإنسانية أدوات لصراع آخر خارج اليمن هذا هو اللا إنسانية واللا مهنية صحيح تم استغلال الفقر باليمن وصنعوا منها تطرف وهو ليس موجود التطرف وكانوا يأخذون الشاردين والشباب والعاطلين عن العمل وكان هناك مساعدة للدولة الدولة تزرع البطالة وهذا يأتي بمساعدات أنا أريد أن نبقى في محور حقيقة هذه العلاقة بين التنظيمات الإرهابية وبين الحكم القطرية يعني تنظيم القاعدة في اليمن وهذه المنظمات حتى وحتى الحوثيين أيضا نددوا بالآن ما يسمي قطر الحصارة الآن مقاطعة قطر الآن ينددون بها ويشجبون يقول لماذا يعني الحوثيون هم كيف تفهم كيف تفهم أن تكباح الحوثيون هم الجماعة المدللة لقطر من قبل سنوات أيضا حتى هذه محسومة لكن ماذا عن القاعدة أيضا الآن يرون أن هذا موقف خطأ ضد قطر هذا بالطبع أكيد لأنه بالمجمل أي جماعات أي جماعات هي لا تتبع سوى الدعم أي جماعات سواء كانوا جماعات مسلحة أو حتى جماعات سياسية أو جماعات إعلامية هي تتبع داعمها وبالتالي اليوم صرحت وقد ستجد أنها ستتضامن وستندد وستشجب وتظن أنها ستنفع لكنها لن تنفع قطر بل ستضرها هذه الجماعة المتطرفة يعني أنا أقول بس هذا يؤكد على علاقة أكيد بالطبع أكيد يعني إذا كان وقف الحوثيين اليوم يعني يقفون إلى جانب يعني تنديد بالحصار قناة قطر تقف إلى جانب يعني بدأت تتناول أخبار الحوثيين بشكل ناعم أنا بريد أن أرسل على هذه النقطة أنا سأتي عليها لكن أيضا تفتح القاعدة حتى القاعدة تندد القاعدة تندد لاحظ لماذا يعني هذه المقاطعة لقطر يعني ما مصلحتها من أنها تندد يعني القاعدة طبعا القاعدة في اليمن يعني استلمت من أكثر من جهة بما فيها قطر يعني لكن دعني أكون مهني بشكل واقعي لم تكن تستلم من دولة كدولة عن طريق الجمعيات هذا بلا شك في اليمن كانت هذه الجمعيات التي تدعمها الدوحة هي تدعم ليس كل الجمعيات وإنما كان هناك جمعيات معروفة ومعلومة كانت تستلم وباسم مساعدة خيرية باسم كفالة أيتام باسم يعني رامل باسم تحفيظ قرآن باسم هذه أشياء كذا ووراها يعني كانت بعض المؤسسات وبعضها كذا ولذلك النظام يعني علي عبدالله صالح سهل هذه الجمعيات حتى أنها كانت تتكاثر بشكل عجيب يعني أتاح لها أن تتعامل مع البنوك الرسمية الحكومية ويكون لها أرصده وحسابات ويكون لها أيضا تسهيلات في التحويلات مع أن التحويلات مراقبة لكن هذا كانت تحول تخيل إذا كان في جمعية ومؤسسة واحدة تحول مليار ريال يمني يعني مبلغ مهول يعني وكذا أيضا كان هناك تسهيلات للإجراءات المالية وأيضا للإجراءات الروتينية اللوائحية الإدارية يعني ممكن في يومين تعمل مؤسسة بتصريح أو ترخيص مؤسسة بالرقم وهذا عندنا صعب جدا لكن في تلك الفترة تسهيل حتى ممكن تجد شارع واحد من شوارع صنعاء فيه خمسين إلى ثلاثين مؤسسة أو جمعية يعني تكاثرت حتى لا تستطيع أن تمسك بإسم جمعية واحدة إنما كانت تتكاثر بشكل غير طبيعي حتى وصلت إلى أن توجد في المحافظات وفي المديريات هذا فيه دليل على أن المسألة كان فيه إذن غير مباشر وفيه توظيف فعلا خصوصا في المناطق التي قابلة للتطرف يعني فيه مناطق تجد حالة السلح منتشر حالة الجهل منتشر المساحة تلك قائمة على الثأر الثأرات وتتعامل مع السلح بشكل يومي هذه كانت جاهزة لأن تتطرف بمجرد الدعم تتحول إلى تطرف مثل مثلا عندما تم دعم بيت الذهب وعندما تم دعم بيت يعني كان هناك أسر معينة وبيت العولقي كذا يعني مثلا وكان يسأى علي عبد الله صالح والقاعدة والدول الدعم للقاعدة تسعى لزعزعة القبيلة اليمنية المتماسكة عبر تزرع داخل كل واحد كل قبيلة تحاول أن تشتري شخص منها حتى يتم تشويه القبيلة كلها كما مثلا بيت العولقي من أشهر قبائل اليمن لماذا تم اختيار مثلا شخصية من بيت العولقي لكي يكون هذا الاسم يعني عليه دوائر حمراء ويكون قد عمل شائعة سيئة لقبيلة كاملة كذلك مثلا بيت الذهب كذلك بيت معناها هذه قبائل عريقة في اليمن قبائل لها دور قبائل كانت حتى تعارض فساد النظام تعارض فساد النظام كان لها قوة كان لها قوة وثقل كيف يكسر شموخها ستمثلها في حالة أدوات ضغط حاول يلطخها بهذا بيت الحارثي هذا عمل منهج عمل استخباراتي ومنهج وراء دول للا شك تصبح كل هذه القبائل المتورطة بيت الوحيشي حاول أي قبيلة قوية أو متمركزة أو تمتلك أو تعيش حال التماسك أو ذات مساحة كبيرة ذات مساحة كبيرة يحاول ينتزع منها شخص يشتريه ثم يوظفه ثم يكون ولذلك أغلب القيادة القاعدة عندنا ظهروا على أنهم ضباط ضباط إما في العسكر الفلاني أو في الجهة العسكرية الفلانية يعني كان هناك تسهيل هذا أدى إلى أن في كثير من المناطق لا تتحول القاعدة إلى تهمة بقدر ما كان بعضهم يرى أنها أدوات أداة من أدوات ابتزاز السلطة أنا برجع إلى موضوع المهنية برجع إلى موضوع المهنية الآن نعم موضوع المهنية أشرت الأند قبل قليل يعني كان موقف مثلا الإعلام القطري في البداية كان يتحدث عن القضية اليمنية عن شرعيتها وعن نظام الشرعي وكان في إطار التحالف الخلاف الخليجي القطري غير اللغة فعلا الآن اللغة تغيرت صارت عامل الآن بلغة أخرى يعني تحول من كان ضد له مع هنا من حيث المنطقة المهنية ومن حيث القيم ومن حيث المباد ومن حيث المصداقية الإعلام هو مهنة شريفة ولكن إذا تم تحويلها إلى أداة سياسية تسقط جماهيريتها وتقل مصداقيتها ولذلك نحن كثير من اليمنيين مستعون مما التقارير الأخيرة التي كانت تصطرها قناة الجزيرة بما يتعلق بالقضية اليمنية يعني أما أنا شخصيا أنا أعتقد أداء الجزيرة من 2008 أو 2007 ليس من اليوم ولا من الخلاف الخليجي ولا من خصوصا بما يخص الملف اليمني وأنا كتبته في أكثر من مرة وفي أكثر من مقال لأن يعني تحولت إلى أداة ابتزاز وسوق سوداء للمكالمات المسربة وأمور تحاول مغالطة المشاهد اليمني أو المستمع أحيانا يعني تتحدث عن جريمة معينة مثلا إسقاط صنعاء إسقاط المعسكرات إسقاط الأسلحة تخفي أشخاص متورطين وتظهر المهنية لم تكن معيار وأنا أنتقدت أداء المكتب خصوصا فيما يخص في الملف اليمني لكن هذا خلاف إعلامي في الكتابات الصحفية لكن من جانب المهنية ما مؤخرا ما بعد مقاطعة دول الخليج لقطر تحولت أداة تقارير قناة الجزيرة إلى استفزازية بالشأن اليمني يعني يوم يتحدثون عن التجارة بالجنس هذا معيب في حقها نحن مجتمع المحافظة نحن مجتمع يعني أحيانا تحصل جرائم اغتصاب وتحصل جرائم قتل أو انتهاك للشرف لا يقبل المجتمع أن يظهرها أو يتكلم بها لوسائل الإعلام إطلاقا لأنه يراها من العيب أيضا فيه إسفاف للقضاء اليمني لأن مسألة الزواج السياحي الذي حصل في اليمن حصل خطأ فترة محددة ثم تم ترتيبه وأنا شاهد بهذا الأمر أنه تم ترتيبه عبر القضاء اليمني وتم حصل بعد الأخطاء تلك في سنة معينة من السنوات اجتمع نادي قضاة اليمن واجتمع المجلس الأعلى للقضاء ورتب مسألة الزواج وقننا بلوائح حتى أنه بعدها خفت هذه المظاهر بغض النظر حتى لو حصلت أخطاء حتى لو حصلت كذا لكن لا تستغل قضايا اليمنيين واليمنيات لأجندات إساءة يعني أنت تسي هنا بحق اليمنيين وأيضا تسي بحق يعني من الخطأ أن القضية اليمني أعطت للجزيرة زخم لما كان للجزيرة ذلك الحضور الملفت أنا أقول بغض النظر تتحدث عن القضايا الشعوب هي اللي أعطت الجماهير لهذه القناة لكن لا بد أن تحترم المشاهد لا تحترم هذا الجمهور فعندنا أصلا لم ترعي العادات اليمنية ولا التقاليد ولا الدين ولا حتى الصراع يا أخي اختلف مع من شئت كيفما شئت لكن لا تدخلني ضمن صراعك بطريقة مبتذلة وابتزازية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لأخوة شكرا لضيفي في هذه الحلقة من المشهد اليمني الأستاذ أحمد المهدي الباحث بالمركز اليمني للأبحاث والدراسات اليمنية تحية لكم من فريق البرنامج ونلتقى إن شاء الله مع المشهد اليمني في حلقة أخرى في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة